يعني يتجهون إلى هذا الطريق هو نتيجة اليأس من الاهتمام من قبل الحكومة هذا جانب الجانب الآخر أعتقد هنا قانون لقضية الموضوع البيع الكلة يعني عمليات زرع الكلة والاتجار بها أعتقد لقانون رقم 12 عام 2016 ونظم هذا الموضوع عمليات زرع الكلة أو البيع الكلة التي حصلت خصوصاً بالآن والأخيرة من البصرة إلى بغداد ويعني استخدام يعني المقر قليم كردستان بشكل خاص يدل أن هناك موضوع ابتعد عن موضوع يعني في الأعضاء الكلة بل هناك متاجر بها بالتالي هذا الموضوع يضع القوات الأمنية وبالخصوص وزارة الداخلية جهاز الأمن الوطني والمديرية المتخصصة بهذا الموضوع أن تكثف من جودها وبالتالي الوضع الاقتصادي هو أحد أهم الأسباب التي دعت هؤلاء الشباب أن ينخطوا بهذا الطريق وهذا موضوع خطير جداً ينعكس على حتى موضوع قضية الأمم المتحدة التي هي صوت العراق ومصوت على هذه الاتفاقيات وبالتالي أعتقد وزارة الداخلية أعتقد منذ عملية البتاوين ألقت القبض على أكثر من 1800 من ضمنهم يعني النسبة ليست بالقليلة للمتاجرين بهذا الموضوع فضلاً عن العمليات التي طرحتها قناتكم خطوة جيدة بالاتجاه الصحيح ولكن تقويض هذا الموضوع لا زال لحد الآن شخص وخير دليل هذه العمليات التي تقوم بها الأخوة في وزارة الداخلية هناك أيضاً تقرير دولي لعام 2022 شخص هذا الموضوع وقال الحكومة لا تمتثل لتلك الإجراءات ولكن تقوم بجهد يعني بعد قضية التوازن بقضية التقرير لا تمتثل بقضية تنفيذ القوانين ولكن تسعى يعني هذا موضوع يضع الحكومة العراقية سواء الحالية أو الحكومات المتعاقبة أو الحكومة القادمة أن تكثف من هكذا مواضيع علماً أن الحكومة الحالية أطلق الستراتيجية وطنية للمكافحة المخدرات والإتجار بالبشر والانتحار كل هذه النقاط تضعنا أمام مسؤولية علماً أن هذا الموضوع الذي نتكلم به هو موضوع تضامني يعني جانب يختص به المؤسسات المدنية التي وعي بهذا الموضوع جانب يربطنا بالمؤسسة الدينية التي تنوح على حرمة هذا الموضوع وجانب القوات الأمنية التي تركز على العمليات الاستباقية وعملية إنفاذ القانون ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر